اشتركوا في القناة الاستشارات الصحية ومكتب حقوة ونس يتدرج عمله على عمل بخطتين الخطة الاولى وهي اجراء ابحاث المية ومعملية المزيد من الابحاث لان حتى الان حققنا ثلاثة ابحاث المية ومعملية وسريرية على الفئران في احدى الدول العربية وسننشر هذا الخبر قريبا وكانت النتائج مذلة جدا في اختيار بين الفعالية الماء الحار والماء الفاتر والماء الساخن وتبعا النتائج كانت كثير مذهلة ومشجعة وهنا في الولايات المتحدة الامريكية ايضا مواصلة هذا الجانب على البشرية ايضا على البشر جراء ابحاث علمية ومعملية والخطة استراتيجية الثانية تتعلق بانشاء مشاريع في الصحة الشمولية مشاريع متنوعة وتكون ان شاء الله على مستوى العالم كبراند او كعلامة تجارية ومن بين هذه المشاريع تتعلق بالمركز الصحي للصحة الشمولية منتجة الصحية للصحة الشمولية مدن للصحة الشمولية وكذلك منظمة الصحة الشمولية غير الربحية هذه منظمة تختصف عملها فيما تعلق بمؤتمرات وندوات وتشجيع مبتكرين وبحثين في مجال تعلق بالصحة الشمولية والعافية هذه الحلقة نتحدث فيها عن الحجر التاريخية للحياة ايش مفو ماذا الحجر التاريخي للحياة الانسان الله سبحانه وتعالى خلق الانسان وهو متميز في خلقه ويمر بمراحل نموة منذ الطفولة مرورا مراحل جميع مراحل الحياة فيبدأ يتعلم الانسان من الطفولة ويتعلم بأحداث الدنيوية ويتعلم بالعلم وكذا ومن خلال التعليم ومن خلال التدريب الأسرية وكذلك الأحداث الدنيوية فيكون الانسان يمور في مرحلة العلم وتقدم وتطور والاكتشاف وبذلك يبدأ طموح الانسان هو منذ الطفولة الطفل يبدأ يلعب الشاء ويحاول يكتشف يحاول يبتكر لانه كان ينظر لمستقبل ايش يريد يكون فهناك الذين حققوا يعني نجاحات رفيعة جدا في مختلف ميادين الحياة سواء في الطب سواء في الهندسة او في العلم والتكنولوجيا وفي الدين في مجالات مختلفة فالذين حققوا نجاحات كبيرة هم الذين يعني واجهوا تحديات الحياة وحولوا هذه التحديات الأحداث التي يمرون بها على انها مغضيات للحياة يعني يعتبرون انفسهم انهم كأن الطفل لازال يمتحن او الطالب يمتحن وبتالي لابد يمر الى مرحلة ان يتعلم ويعيد يعني واجباته ودراسة وكذلك ودراسة مكثفة حتى يحقق النجاح في الامتحان وبتالي الحياة تظل هي امتحان امتحانة وبتالي يوصل انسان مرحلة ان كلما وصل الى مرحلة متقدمة كلما بدأ وهو تموحه يحقق النجاح الذاتية يعني في مجال اقتصاصه وهذا المجال النجاح كلما يخدم للمجتمع فان كانت على نياته صادقة يخدم مجتمع بطريقة استيمية وينقل العلم وينقل المالدية ما اكتسبها من الخبرات ومن العلم ومن التجارب ينقل للاخرين فياتصبح قياداته في تلك المجال التي ينتمي اليه في يتقدم يتقدم وبتالي الانسان يواجه تحدياتك فكلما يواجه تحديات الذين يعتبرون هذه التحديات على انها مغذيات للخلايا دماغية كاسباب ان تنقلها من مرحلة الى مرحلة اعلى هم الذين يوصلون النجاح فلا نحاية النجاح لدى الانسان طالما الانسان على قيد الحياة فلا لا حدود للنجاح لكن يتميز بين الانسان الذي يواجه نجاح بالطرق السلمية وبالصدق وبالمستقية والتعامل مع الاخرين وفي ثقة التعامل وتقيده بالأسس والحياتية بالمبادئ التي انطلق منها سواء من الدين او الاسرة تربية الاسرية المجتمع المدرسة وكذا لذلك يوصل الانسان الى مرحلة في عمر معين ودبا نحن نقول العمر الذهبي المقصود الانسان في عمر خمسين سنة ما فوق لكن لا يشتر لذلك نقصد انسان لما يوصل لمرحلة قيادية متقدمة يعني سواء في العلم او في تكنولوجيا او في في مجال الذي ينتمه اليه او في في اي مجال او في المجتمع او فانتفع ونفع الكثيرين وصلت عداد الذين انتفعوا بما لديه من تلك الموهبة التي نعم الله سبحانه وتعالى عليها وكيف نقلها للاخرين بالمستقية بالصدق وبالاخلاص وبالنية صادقة في قول الله سبحانه وتعالى على نيتكم ترزقون فاذا عزمتم توكل على الله فان الله يحب المتوكلين وقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيل ان الحسنات يذهبنا السيئات ذلك ذكر للذاكرين للذاكرين وأصبر فجاء أمر الله سبحانه وتعالى أمر إلهي لا تستعلي تتعجل يا بشر لا تتعجل يا باني أدم فالإنسان دائما على العجل وأصبر أمر فإن الله لا يضي أجر المحسنين فبتالي لما تواصل تموحك تواجه تحدي لا تلقل لفلان أو فلان سواء كان إنسان أو كيان أو مجتمع أو دولة أو شخصية أو لا 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 بالعكس أعتبر أن كلما تواجه تحدي هذا امتحان الحياة ابتلاء لدى الإنسان المؤمن بأنه مجرد امتحان الحياة فراح يحقق النجاح وحتى يوصل إلى مرحلة النجاح أكثر لذلك ارتعين بأن الإنسان دايما في التطور وهذا التطور أن نظرنا إليه الإساس أنه يصعد جبال الحياة اللانهائي هذا جبال الحياة فهو ينظر إلى الجبل معين وعندما يوصل إلى قمة الجبل أي معناه أن حقق النجاح الذي كان يصبو إليه فنجح في تلك الامتحان ومن ثم يبدأ ينظر إلى هناك جبل أعلى أي معناه أن هناك مرحلة جديدة من النجاح والتفوق إلى مستوى إلى مستوى أعلى أي معناه هناك جبل آخر بمستوى أعلى لذلك يبدأ ينطلق لبداية السعود للجبل التالي وبتالي نسميناها جبال الحياة اللانهائي من الجبل إلى جبل أعلى ومن جبل أعلى إلى جبل أعلى وكذا لذلك يوصل إنسان مرحلة الرضاء كامل لقناعة الكاملة وبتالي يبدأ ينظر إنه هو يمر في الحياة على إنه كأنه يمر رحلة مؤقتة في مدينة معينة ونزل كزائر يزور تلك البلد أو المدينة وراح يكمل رحلته وبتالي يبدأ يشعر برضاء الكامل والسعادة وقناعة الكاملة ويبدأ ينظر إلى كيف سأترك للجيل القادم ولذلك سميناه حجر التاريخ حجر التاريخ وبتالي الإنسان يبدأ ينظر إلى كيف سيكون اسمه محفور في تلك الحجر التاريخي للحياة لذلك سميناه سميناه الأساس مسمى الحجر التاريخي للحياة فيبقى اسمه محفور في تلك الحجر ويذكر يبقى تاريخ يذكره للجيل والجيل والأجيال التي تليه فيما بعد يبقى دائما اسمه محفور طوال التاريخ لذلك نرجى حتى في الأجداد الذين سحموا كثير في الحياة ولذلك التاريخ يظل يذكرهم بما قدموا وسحموا لذلك كل من الذي شاهد هذا المقطع يذكر بأنه ويتذكر بأنه يمور إلى مرحلة النجاح من نجاح إلى أعلى ولا حدود ولا نهاية للنجاح لكن عليك تتبع الأسس المبادل الأساسية للحياة التي تلزم كل إنسان إتباعيها ومن بينها هي تعتبر نقول سبيل المثال قوانين دنيوية الحكومات تعضى قوانين والمبادئ والأسس المدرسة تضع قوانين الجامعة تضع قوانين المجتمع يضع قوانين قوانين هي أسس يتباعها الإنسان وهذه الأسس إنما ينتباعها بحيث أن بحسن النواية بنية صادقة يتجاوزها بحسن نية حتى يحقق النجاح المرجوة وبتالي يوصل إلى أن يترك أثر في التاريخ لذلك كل من يشاهد هذا نعم 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 لا لا تحكم على نفسك أنه فاشل ولا تقول أنه ما استطاعت بسبب فلوس بسبب كذا بسبب فلان بسبب مدرس بسبب أستاذ جامعي بسبب مجتمع بسبب حكومة بسبب لا النجاح في يدك ولا حدود النجاح لا يستلزم يكون شخص غني أو شخص مثقف أو شخص حتى شخص أمي يستطيع وحقق النجاح فلا نهاية النجاح انظروا إلى هنا كل شيء يبدأ بفكرة هذا الذي استفادنا هنا في الولايات المتحدة الأمريكية خمس سنوات في هذا المكان في هذه المنطقة Virginia Tech Corporate Research Center Virginia Tech لأبحاث المؤسسات وهي من ضمن تعتبر بركز عالمي حديقة عالمية قائمة على أرض 180 في الدان كلها شركات تختص بأبحاث علمية ومعملية يعني المجتمع كل هنا علماء ومفكرين وباحثين وبالتالي تعتبر الحياة مدرسة وملتصح هذا Virginia Tech مع جامعة Virginia Tech Polytechnic State University وهي من أرقى جامعات المستوى العالم وكذلك هناك بعض الكليات فمدينة العلماء مدينة الباحثين فالجو كذلك يساعد وجود في مكان الذي تكون دائما بالتواصل واجتماعات والتنسيق وخبرات والتدريب مستمر بشكل يومي بشكل مستمر مع باحثين وعلماء بإعداد خطة استراتيجية فكل إنسان متميز من حيث له إمكانية له قدرات يستطيع وحقق هذا نجاحات بلا حدود التي لا تحصى نجاحات مستمرة نحن نستفيد من هذه الخبرات وحدفنا أن كذلك كيف ممكن نساعد المجتمع العالم في نقل هذا الاكتشاف هو الإعلاج بالمأساخ عما يحمله يحملها من فوائد لا تحصى بل هي مؤجزة لا نقول إلا سبحان الله والحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مع السلامة